بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه ومن ولاه مع ضبط ما يلتبس على الحافظ من المتشابهات اللفظية التي وردت في الجزء الخامس من إعداد دريد إبراهيم الحلوان الموصلي والشيخ عمير محمود هذا ليس حصر للمتشابهات بل هو فقط ضبط الذي يلتبس على الحافظ الآية لدينا هنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وردت مرتين في الجزء الخامس الآية الأولى جاء بعدها يشترون الضلالة والثانية جاء بعدها يؤمنون بالجبت والطاغوت ذم أهل الكتاب لأنهم فعلوا المنكرات فحين اشتروا الضلالة أصبحوا يؤمنوا بالجبت والطاغوت أولا يشترون الضلالة الموضع الثاني يؤمنون بالجبت والطاغوت لدينا الآية ومن يشرك بالله فقد افترى فقد ضل افترى والثانية ضل الهمزة من افترى قبل الضال من ضل في ترتيب الحروف أو بالمعنى مع الآية الأولى تكلم الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين كانوا على يقين بالنبوة ولكن كذبوا فهذا افترى والثانية بالمشركين والمشرك أشد ضلال في الأولى كما ترون هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما في الثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ولا يظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا الآية الأولى نضع علامة على حرف الياء في يزكون يزكي التي وردت في الآية فتكون يظلمون والثانية نضع على حرف التاء اتقى فتكون تظلمون نرى الآيات ألم تر إلى الذين يزكون يا أنفسهم بل الله يزكي يا من يشاء ولا يظلمون فتيلا الربط هنا يا معايا الثانية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشة الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى تا اتقى ولا تظلمون فتيلا تا تظلمون معا تا اتقى ورد أيضا في الجزء الخامس وكفى بالله وكيلة شهيدة حسيبة نصيرا عليما وكفى بالله حسيبة وردت معا اليتامة ضعها في بالك كفى بالله وكيلة مرتين في الجزء الخامس الأولى جاء فيها كلمة توكل والثانية بما أن الله له ما في السماوات والأرض فتوكل عليه وكفى بالله نصيرا مرة واحدة مع الأعداء فالنصر يأتي من الله على أعداء الدين وكفى بالله عليما جاءت مرة واحدة مع فضل الله وكفى بالله شهيدة الاثنين جاءت مع شهادة الله وإرسال الرسول الآيات وابتلوا اليتامة هنا الآية إلى آخر الآية جاءت وكفى بالله حسيبة الموضع الذي فيه نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا كما قلت مرة واحدة مع الأعداء فالنصر يأتي من الله على أداء الدين ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولة وكفى بالله شهيدة هنا قلنا مع إرسال الرسول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة توكل وكيلة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلة لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدة يشهد يشهدون شهيدة لهم فيها أزواج وعد الله حقا ألا من لهم قبل ألواو من وعد الله أو نضبطها بكلمة لو والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا كما ترون الآية الأولى والثانية جاء بعدها في الأولى لهم فيها أزواج مطهراء ثانية وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل إذن لهم قبل ألواو وعدة أو لو نجمع كلمة لو من اللام وألواو وعدة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان هذه أتت لدينا في موضعين اللبس في الآية التي بعدها الموضع الأول الذين يقولون جاء بعدها والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الثانية لا يستطيعون حيلة نضبطها بجملة إنشائية الذين قالوا لا نستطيع حيلة الذين قالوا أي الذين يقولون لا يستطيعون حيلة الذين قالوا لا نستطيع حيلة قيلا حديثا الموضع الثاني فيه كلمة حقا نضع علامة على القاف قاف قيلا إذن الأولى تكون حديثا أو عندما يكون الحديث فيما يخص الله نفسه قال حديثا وحين تحدث عن الذين آمنوا قال قيلا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وهنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا قاف حقا ومن أصدق من الله قيل حيث وجدتموهم حيث ثقفتموهم الآية الأولى لو أدبر المنافق عن الإقرار بالله ورسوله ولم يهاجر فقتلوهم حيث وجدتموهم من بلادهم أو غير بلادهم فالآية الأولى ليست في سياق الحرب فقال وجدتموهم وأمر الله في الآية الثانية أن يفتشوا عنهم في كل مكان وهذا أمر صعب فجاءت كلمة ثقفتموهم للتخفيف أي حيث تمكنتم منهم إذن وجدتموهم ثم الموضع الثاني ثقفتموهم وكان الله عليما حكيما وردت في كل سورة النساء خمس مرات ونضبطها بالقول إنما التوبة للمؤمنين فلا تهنوا بكسب الإثم يا أيها الناس وجاءت على الترتيب هذا الضابط الذي هو على قاعدة الضبط بالجملة الإنشائية جاء على ترتيب الآيات إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة آخرها طبعا آخر الآية وكان الله عليما حكيما للمؤمنين وما كان لمؤمنين يقتل مؤمنا إلى آخر الآية وكان الله عليما حكيما فلا تهنوا ولا تهنوا في بتغاء القوم وآخر الآية وكان الله عليما حكيما بكسب الإثم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما بعد ذلك يا أيها الناس الموضع الأخير قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم إلى آخر الآية وكان الله عليما حكيما هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين وما كان من توفيق وصواف فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم محدثكم دوريد إبراهيم الحلوان الموصلي لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب خادم القرآن دوريد إبراهيم أبو مريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة